الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحثاتكم في قناتكم دكتور بيتري. النهاردة ان شاء الله تعالى هنكمل سلسلة عالم الكلاب. كل ما يخص الكلاب من تغذية ومن تربية ومن رعاية ومن سلوكيات ومن حياة علمية ومن امراض مشاركة قد تنتقل الانسان عن طريق الكلاب. النهاردة معنا موضوع بيكلم عن الكلب ككائن حيي ان هو محتاج لعناصر الغزاء الستة من مية بروتين نشويات دهون واملاح محدنية. فالكلب محتاج الحقيقة اللي هو يعني وجبة متوازنة. آآ وفيه اختلافات رهيبة جدا ما بين الكلاب وبين بعضها. آآ ان احنا عندنا من الشواوة لغاية يعني يعني من اتنين كيلو اللي فيه عندي لخاية كلاب بتوصل لمتين كيلو. فيعني آآ فروق رهيبة جدا آآ في الوزن وفروق رهيبة جدا في الجسم وفروق رهيبة جدا فيه الحجم. وفروق رهيبة جدا فيه الاحتياجات. آآ لكن آآ في حاجة مشتركة مهمة جدا وحاجات قد تودي بآآ حياة الكلاب. وهي الاكلات السمة للكلاب. والنهاردة ان شاء الله تعالى هنتكلم عن اشهر آآ عشر اكلات سمة آآ لي الكلاب. ان شاء الله تعالى فانتظرونا. طبعا الكتير جدا من الاطعمة المهمة ومفيدة جدا لصحيك. الانسان. لكن الوضع مش نفس الوضع بالنسبة لحيوان الاليف وخاصة الكلاب. يعني بردو نفس الادوية. فيه ادوية مهمة جدا بتنقص حياة الانسان. لكن في الوقت نفسه انها تودي بحياة الكلب. يمكن في الفجر اللي قدامنا احنا شايفين اشهر آآ اشهر عشر اكلات سمة لي الكلاب. ايه اللي هنتكلم عليهم النهاردة. آآ وبالرغم من وجود علامات خاصة لكل نوع من انواع السموم اللي هي آآ بيتعرض لها الكلاب. لكن احنا بنتكلم فيه العراض الكومن. الاكسر شيوعا آآ كسل خمول للكلب آآ ضعف عام. بيبقى فيه سالان للعاب فيه فيه اسهال آآ فيه لقاءة ترجيع فيه واجعة في بطنة الكلب بيعمل صوت قلم شديد. فيه تورم في الاطراف عنده. النبضات القلب بتاعته مش منتظمة. فيه صعوبة في التنفس. فيه تشنجات فيه غيبوبة. آآ ولو ما تلحقتش طبعا بتودي بحياة الكلب وتؤدي الى الوفاعة. وكل قبل كل ده بيبقى فيه كس هسترو ان هو كان حاجة من جنينة حددد له حاجة مش عارفة ايه زم ما هنيجي نتكلم ان شاء الله بعد ده. فديه الاعراض العامة لتسمم اي كلب تمام سواء بقى كان ان هو نزل الشارع كان حدت لحمة بستركنين بقى مش عارفة ايه اي حاجة. لكن دي اعراض عامة اي اعراض غريبة على الكلب ان هي تودي بحياة الكلب. آآ او القهوة آآ او اي منتجات فيها كافيين او ثيوبرومين او ثيوفيلين دي سمى القلب الكلب وكمان بتأثر على الجهاز العصب ليه. وكل ما تكون الشوكولاتة اكثر كطامة يعني انها هي مور دارك ان هي كل ما تكون اكتر سوءا للكلب يعني على حياة الكلب. الاعراض آآ من قيء آآ تلاقي ان هو بدأ ان هو يعمل الفومتنج دي حاجة من الحاجات المهمة جدا لربنا خلقها ان الجهاز الهضمي بيدافع عن نفسه يعني كان ميكانيزم ان هو بيدافع عن نفسه طب يقي ان هو يرجع ان هدهت فوقه يعني. ازيادة عطش ليه عطشان جدا عدم الراحة آآ تلاقيه ان هو مع الكلب مش الكلب العادي. ممكن تلاقي عضلات بتاعته فيها حركة في عدم انصام لدرابات القلب في ارتفاع درجات الحرارة والنوبات وان هي قد تودي للوفاة. طب ايه ده حد بيأكل الكلاب شوكولاتة? آآ في بعض المربين اللي هما بيحبوا مزيد من الرفاية لكلاب هم ممكن يديهم ايس كريم بشوكولاتة آآ طب في ناس دي يجي تقول لك ايه ده احنا اكلنا الكلاب بتاعتنا الشوكولاتة مجراش حاجة. الشوكولاتة آآ فيها تنوع فضيع جدا في مكوناتها وفي ده. فما ينفعش المقارنة وما تجيش حتة صغيرة لكلب كبير. وحتة كبيرة لكلب صغير. فالمقارنة بتبقى صعبة جدا. ومكونات الشوكولاتة بتبقى مختلفة جدا. في بس حاجة بتبقى حابة ككاو. ومش هرفول صغيرة. مكونات غريبة يعني. مش اللي هي مضرة لك احب نتكون على المنتجات اللي بتحتوى على الثيوبرومين آآ والكافيين والثيوفيلين. التاني حاجة عندنا البصل آآ او التوب او الكرات او البصل اللي احضر بجميع عشكاله بقى سواء اللي هو المفروم اللي احنا بنعمله سواء الخام اللي هو البصلاية. آآ ومش بس كده يعني هو ما يعني الحاجات دي بتحصل حوادث الكلب ان هو ممكن ان هو ياكلها آآ فده قد يعني الحاجات دي بتؤدي لتدمير خلايا الدم الحمرة للكلب. وده بيؤدي للاصابة في فقر الدم او عم بيعمله الانيميا. والانيميا ما بتظهرش طبعا في يوم ولا في ليلة يعني تمام بتظهر بعد ثلاث لخمسة ايام من اكل الكلب. ما طبعا مع ظهور ضعف عام وهزلان وقيق وفقدان شهية وشحوف في الاخشاة المخاطية ودي تنافس. يمكن انا تماما ما بقى جاش راح الموضوع البصل ده بفتكر موقف حصل معايا شخصيا آآ يعني كان مع ابني اقل من سنة وهو اكل فول هو عنده انايميا فول. فيعني اكل فول وبدأ ان هو يلعب والدنيا حلوة ونايمين ومبسوطين وكان سبحان الله يعني كان اكتر الايام كان بيلعب فيها وبتاع انام والدنيا حلوة خلاص يعني ده كان الفول من الصبح. تاني يوم لقيته بقى صاحي مسفره وبتاع فبتاخد وقت تمام? آآ فمش من من يوم واحد تمام? فانت ممكن انك انت يجي لك الحالة آآ لا يعني راجع الكيس هستروي طب هو كان ايه من فترة طب ايه اللي حصل? انه بتبقى باين عليه على العراض دي آآ ان هو يقول لك ده هو مرة واحدة حصل له كده. آآ الكحول الكحول يعني بس هو مش منتشر قوي عندنا هنا يعني احنا كشعب مصري مش مضمن كحوليات قوي. آآ بس الكحول ليه نفس التأثير الضار على الكلاب زيه وزي البن قدمين يعني الكحول ليه تأثير على الليفر طبعا بيتبهدل من الكحوليات دي. آآ تمام معانا اللي هو دماغ البشر. آآ لكن في الكلاب ده هو بيمتص كمان بسرعة اكتر في دم الكلب وتأثيره بيظهر بسرعة اكتر. وكل ما الكلب يكون اصغر حجم كل ما التأثير يكون اكبر ضرر. الكحول لي ممكن هو مرة واحدة يعمل هجوض حاجة في سكر الدم وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم. وان هو يخلي الكلب يحصل له اسهال آآ نوبات آآ صرع فشل في الجهاز التنفسي يغيبوه بقى حتى الموت. آآ يمكن الكحولي بس احنا ممكن نتكلم عليه المشهور عندنا بقى لما نيجي نتكلم بعد كده عن العجينة الغير مخبوزة انها ممكن يحصل وتديني الكحول. آآ عيش الغراب او المشروم آآ في بعض الانواع منه السمة آآ غير الانواع اللي احنا بنكلها آآ دي بقى الانواع السمة دي اللي هي ممكن تكون في الجنينة بتاعت الفيلا بتاعت حضرتك آآ آآ في المنتقى متنازهة اللي انت بتمشي فيه الكلب. ممكن بعض الفطريات البرية دي بتطلع والسمية دي بتظهر بتشنجات تنتهي بفشل الاعضاء عن وظيفتها. تمام? ان هي بتأثر على خصوصا الكلا يعني والكبد والمخ. بكلب بيموت في النهاية بسبب هزي العشاب السمة. آآ النيكوتين السجاير يعني آآ بالكلب ممكن ان هو يتسمم عن طريق مضغة او اكل السجاير كاملة او اعقاب السجاير يعني انت ترمي السجاير جنبه هو يشوفك وانت بتشرب. فبيحصل زي ما احنا شايفين آآ تسمم بالنيكوتين تمام? آآ الاعراض زي ما احنا شايفين بقى سيزهر زي ورعشة وفومتينج وضيارية ودرولينج والكلب بيبقى فيه عرق وآآ بينزل والحضقة العين بتاعته بتديق وإجزايتمنت بيبقى وآآ حاجات غريبة بيعملها. كل الاعراض دي تمام? آآ ولو كلب تسبب من خير اي علاق فوري سريع ممكن ان تسبب سمية النيكوتين دي شارع في عضلات التنفس وقد يموت الكلب بسبب عدم القدرة على التنفس في بضع ساعات يعني الموضوع ما بياخدش. العنب والزبيب من اشهر الحاجات برضو اللي هي السمية للكلب وارتبط العنب والزبيب بظهور الاعراض فشل كلوي على الكلاب مما قد يسبب الوفاء بسبب الفشل الفشل الكلوي فيه هضوم برضو تلات لاربع احتيام يعني مش من يوم واحد الفشل الكلوي بيظهر قد تستمر بقى لو فيه بقى بعض حاجات صغيرة ويعني ما حصل لهاش التسامم كامل برضو بيفضلوا عايشين ان في مشكلة عندهم في آآ سابع حاجة بظهور او نوة الفاكهة اللي من جوة دي النوة دي ممكن ان هي تعمل له ان هي تعمل له انسداد معاوي آآ ممكن آآ النهاية بيكون بعض البزور فيها بعض المواد السامة زي الساينايد آآ فما عشان كده لا يجب استمح للكلاب بمضغ حبوب الفاكهة اللي يكون يبتلحها ممكن ان هو المواد دي تؤدي لتسبب آآ في الكلب العجينة غير المخبوزة اللي هو الدوب دي العجينة دي آآ فيها خميرة بس ما تخبزتش ممكن تسبب حاجات الكلب ان هي ممكن له كالحيتة صغيرة هو بيلعب تتمدد جوه يحصل لها جوه بطنه وعلي كده تبدأ ان هي تعمل لي انطلاق الغازات اللي هي بتاعها يدي غازات يحصل له بقى قيء اسهال طبعا وانتفاخ يعني يهدد حياة الكلب وكمان مع ده ممكن هو يحصل الكحول تمام الكحول اللي بيمتص ويحصل لنا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول تسل حاجة المكسرات معظم المكسرات هي باد للكلاب سيئة جدا انها فيها مراكبة على تسريع نمو حصات المسانة واضعف العظم آآ لكن المكسرات فيها مشكلة كبيرة جدا للكلاب ويهي لازم ان احنا نبتعد عنها اخر حاجة عندي الافوجادو الافوجادو بيسمى فيه سم بيبقى اسمه ده بيسبب لتراف المعدة وصعوبة في التنفس وتراكم فيه سوائل الصدر طبعا في اي حالة بلجأ على طول لقارب دكتور بيتري ودي الحالة دي بتبقى حالة طوارئ وهو بيقدر ان هو يتعامل معها رجاء ان انا ما اتعاملش مع الحالة من نفسي لازم ان انا اسرع الى اقرب طبيب بيتري حتى انقذ حياة الحالة شكرا اشتركوا ان شاء الله الحالة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة